إدراك الركعة بأن يدرك الركوع غير شاكل وهذا يحصل أحياناً يدخل الإنسان المسجد ويشتبع عليه هل أدرك والإمام راكة هل أدرك قبل رفع الإمام أو لم يدرك ففي هذه الحال إذا لم يتيقن أنه أدرك الركوع قبل رفع إمامه فإنه يعتبر غير مدرك أحياناً الدخول إلى المسجد الآن بعض الأئمة لا يقول سمع الله من حمده إلا إذا استوى قائماً فهل العبرة بصوته أو بفعله العبرة إذا كان يراه بفعله العبرة إذا كان يراه بفعله فإذا رفع وفارق حال الركوع قبل أن يدرك المأموم الركوع المسبوق الركوع فإنه لم يدرك أما إذا كان لا يعلم عنه بمعنى عن فعله فإن العبرة بما يسمعه بصوته فإن سمعه يقول سمع الله لمن حمده قبل وصوله إلى الركوع فإنه لكون غير مدرك